ايوه بكل ما تحملوا الكلمة من معاني صح في ناس كبيرة قوي وقعت وفي ناس صغيرة جدا طلعت فانت ما عندكش توقهات لحاجة معانا العادي كان بكرة هنكسب تكون غادي لا الطبيعي جدا لابكورة لا ما انتخب مصر طبعا كاسم وكمكانة وكتاريخ وكل اللي انت عايز تقوله قوله لا احنا نعدي بسهولة انما طبعا دلوقتي يمكن درس 16 بدأت الملامح تبانت شوية ان الفرقة الكبيرة هي اللي بت يعني يعني انجولا يعني النهاردة فيش مفاجهات اه انجولا ضربت نمابي عادي جدا والامور سهلة نيجيريا بما انها القفوة عن الكاميرون عن رغم ان الكاميرون برضو اسم كبير جدا بس واضح جدا الفرقات الكبيرة جدا ما بين الكاميرون وما بين نيجيريا نيجيريا والكاميرون فعشان كده نيجيريا قدرت تحسم الموقع 2-0 فشايف ان بادي دور 16 من غير اي مفاجآت كبيرة ان احنا طبعا منتخب لكونوا منتخب قوي جدا احنا لسه ما بينناش الشكل الطبيعي بتاع منتخب مصر ان شاء الله بإذن الله بتدي يبان من الدور ده واخد بالك منتخب مصر في الأدوار الاقصائية بيبقى اكتر شراسة اكتر خبرات اكتر زكاء واتمنى ان ده يظهر بكرا ان شاء الله اقولك حاجة راقب ان احنا ما ظهرناش بقى احسن صورة في دور المجموعات بس ورضو في حتة ايجابية واضحة جدا اتغلبناش احنا ما منتغلبش لأ وبنرجع فكرة انه عارف ممكن يخش في الجول تقع يخش فيك التاني تقع قوي لكن انت في كل مرة كان بيخش فيك هدف انت كنت بتاعف ترجع وعادي جدا احنا منتخب كبير وده طبيعي وده الامر اللي المفروض يبقى موجود في منتخب مصر طوالوقت طبعا نقطة مهمة جدا اللي انت قلتها يا كريم ان انت بتعرف ترجع تاني وده منتخبات قوية اذا كان كفر ده مفاجأة كبيرة جدا هو على فكرة في كل بطولات افريقيا لما بيشترك بيبقى هو الحصان ليسود بتاع البطولة ماتش غانا انت رجعت وانت خسران ماتش موزنبيك الاول كنت خسران ماتش موزنبيك ورجعت فالامور بالنسبة المنتخب مصر فكرة ان انت تعرف ترجع تاني في الجيم وانت خسران في بطولات كبيرة ده امر مهم جدا دي اهميتها في يا كبتوري واكيد انت اللي هتوضح ده انه فكرة ان انت ما بتقعش لما بتتأخر تفسيا طبعا ان انت بتعرف تلمي نفسك بسرعة جدا واي منتخب بيمر بظروف منتخب مصر دلوقتي اكيد 100% كان ممكن يقع وشوفنا غانا شوفنا كاميرون شوفنا منتخبات كتير التونس والجزائر المنتخبات كبيرة جدا خرجت دي بقى فرق الخبرات بتاعة لعبة منتخب مصر لان انت مهما كان من اجيال موجودة اسم منتخب مصر بيفرق مع اي جيل موجود عدد البطولات بقى امكانياتك كمنتخب فرقات فردية حاجات كتير جدا في الكرة لو هنتكلم فيها مش هنبطل انما في الاصل اسم منتخب مصر في بطولات افريقيا لازم يبقى ليه حساب كبير جدا عشان كده انا مش يعني على رغم ان المطش لسه احنا مش عارفين ممكن ايه اللي يحصل انما ما عنديش قلق كبير من المنتخب مصر ان شاء الله بازن الله يقدر يعدي عشان ما يبقاش عندك قلق كبير شاف ايه الطريقة المناسبة لنلعب بها بكرة تشكيل المناسب لنلعب بها بكرة هو انت مش هتغير الطبيعي بتاعك ان انت بتلعب اربعة تلاتة تلاتة بيبقى فيه واحد من التلاتة ديفندرات بيشتغل حر في نص الملعب زي ما كنا عندنا مثلا في المطشين اللي فاتوا امام عشور بيبتدي يشتغل الحتة دي وبيبقى فيه حرية في الحرقة ما بين ان هو بيقلب طريقة اللعب من اربعة تلاتة تلاتة الاربعة اتنين تلاتة واحد ان امام بيبقى اعتبر بيشتغل عشرة او لعيب متحرر عندك طبعا في التشكيل مش هيبقى بعيد عن ابو جبل تعاني بدأ بابو جبل ابو جبل اعتقد برضو ممكن يثبت محمد هاني حجازي عبد المنعم ما زلت بقول ان وجود فتوح مهم جدا جدا لان فتوح خد شط بدنيا مش احسن حاجة ان ما كورا هتيجي بس بدأ يخش يعني بدأ الله ينور عليك ومدام ان دخل قديله لان كمان خد بلك برضو مش 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 يعني مش عشان مش عشان فتوح وحمدي لأ عايز اقول ايه ان حمدي لما نزل الشوت التاني برضو ما كانش احسن حاجة يعني مش اللي هو ايه اداك الفارق الكبير جدا ما بين مستوى وما بين مستفد بس هسعلك سؤال احنا المفراضي بقولوا في التلات نشاط اللي فيه دول عندهم صراعات كبيرة جدا في الاجناحة حديدا تلعب محمد حمدي بقواته الدفاعية واللي يكتب جهزة بلاش قواته دفاعية بحبش برضو الناس تقول على فتوح انهم مش بيدفع كويس كنت بس اقول ايوا تمام بس بدنيا حمدي اكيد اجهز من فتوح اكتر لعبا طبعا في البطولة بس خد بالك فتوح تاني ما زلت بقول ان من نوعية اللعيبة اللي بيعرف يدفعه كويس قوي فانت معندكش قلق في الحتة الدفاعية قوي ولا في السرعات لان قريدي فتوح بيعرف يقف كويس خد بالك دي نقطة مهمة جدا ان فيه نوعية اللعيبة ما بتعرفش تقف بيبقى عنده الحتة الدفاعية قويسة بس ما بيعرفش يوازن ما بين الحتة الدفاعية والهجومين طيب لو حطنا فتوح بتشكلتك محمد هاني عبد الماني عام حجازي وفتوح وابو جبل وراه مين في النص السلاسة في نص الملعب انا اممكن كنا بندردش انا وانت اقتنعت بوجه نظرك جدا ان السلاسة يبقى مروان نيني حمدي فتح زيزو نحية اليمين نحية الشمال مرموش قدام مصطفى محمد بس مرموش يبقى ما عندوش البرد اللي اسمعنا عليه ان شاء الله يكون كويس يقدر الناوب امامكم طيب التلاتة دول بقى اللي في النص تتكلم في مروان وحمدي والنيني فيه ناسات قولك لا بس دول دفاعيين قوي وانا محتاج حد هجومي شافت دول يبقى دارهم ازاي بكرة طيب هو حمدي فتحي اللي هياخد حرية شوي لان حمدي فتحي الوحيد اللي في الاتنين بيقدر يعمل الحتة الهجومية بيكمل في 18 كويس قوي بيقدر يرجع بسرعة في الحتة الدفاعية شارس في الحتة لان انت اخد بالك كريم مركز نص الملعب مهم جدا 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 بالنسبة لأي تيم أي تيم قوي بيبقى نص ملعبه قوي صح فانت لازم تأمن بالسلاسي دفاعيا كويس قوي وبعد كده الحمدي فتحي يقدر يعمل لك الحتة كمان الهجومية كويس قوي زائد ان مران او انني بيعرفوا يطلعوا البصم الرجليهم كويس تدي حرية للسنائي زيزو ومرموش انه هم مايرجعوش كتير في الحتة الدفاعية زائد ان التلاتة بيعرفوا اضغطوا في المكان الكرة اول ما بتطقطع منك بسرعة جدا بيعرفوا جيبوا الكرة بسرعة جدا دول السلاسي بتاع نص الملعب اللي هم هيقدروا يعني ايه يعني يرجعوا لك الكرة بسرعة ودي مهمة جدا بكرة مع فرقة زي فرقة الكنغو لان انت لو اديت مساحة ان الفرقة دي عملت التحاولات الهجومية عليك بسرعة هتتضرب بشكل حتى لو انت عندك سرعات ايه ورا لان اخد بالك انت عندك مشكلة طول البطولة في سرعات الاتنين السردبكات بتوعك شو متسمنون مساحة كبيرة يتحركوا فيها اه الله ينور عليك فلازم مهمة جدا انك تعرف تدايق المساحة وتزوء السردبكات دول اللي بوره في ظهر الدندرات زائد انك في مكان الكرة ما هتتقطع منك لازم يبقى عندك السلاسي دول شراسة شراسة فقطعوا الكرة بسرعة جدا ان انت ما تسيبش الفرقة تلعب راحيتها وتعمل عليك التحاولات للجومية في كاس الابراء الفكار اللي فاتت لما تمايز النيني فيها جدا البطولة اللي فاتت مع كيروش كان بيلعب تمانية وكانش بيلعب ان 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 احسن له تمانية الناس عليها بكرة تقولك ان 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 تاني ما ان 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 ما قدمش مباليات كويسة